الأستاذة منال تتفضل أستاذة منال السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أنا بس كنت عايزة حدثك تدعي ابني أصلا خريق كلية لست قريب وكان ارتبط عاطفيا بواحدة بنيلته سبعة سنين ولما جينا دخلنا في الجرب عشان نتقدم وكده الموضوع ما تم مش يعني كل شي اسمه نصيب أنا كنت عايزة هو نفسيا تعبين الولد ده ولد متفوق جدا في الجمعة ومحبوب من كل الناس وهو طيب يعني ابني طيب قوي قوي فأنا بس عايز حدثك تدعيله تدعيله يعني ربنا يططب على قلبه ويستريح يعني ما يبقاش تعبال نفسين ليومندل تعبال نفسين حاضر أنا أدعيله ربنا سبحانه وتعالى يجبر خطره إن شاء الله ربنا يرايح باله ويشرح صدره ويجعله إن شاء الله من أهل الحكمة ويجعله من أهل البصيرة فيرى الخير ويرى النور ويرى البركة ويرى الراحة في أن الله سبحانه وتعالى إنما قدر له ما بيه صلاحه وما بيه خيره وما بيه جماله وما بيه رحمته وما بيه لطفه إن شاء الله فربنا إن شاء الله يطيب خطره بس أنا عندي حكتين لازم أقوله لهم بس يسيدي عشان بس تعرف الإصة إيه هي الإصة الارتباط ممكن يكون بين قوي 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 إن الارتباط ده حاجة مهمة جدا جدا عندك بس الارتباط كمان ده فصل من فصول المدرسة اللي احنا متعلم فيها الارتباط لو ما كانش يكون على قد الإنسان ممكن يخنقه وعشان كده إنت ربنا سبحانه وتعالى لما خلى الارتباط ده ما يتمش قد يكون ببساطة خالص إنت عايز تتعلم إنه يبقى فيه مسافات في الارتباط ده ده اللي احنا تكلمنا عنه في سلام الخصوصية النهار ده ده أول حاجة تاني حاجة وده مهم جدا 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 إنت بلا شك عتندق وبيلا شك ممكن إحنا نحترم مشاعرك ونحترم كل اللي إنت فيه ده بس كمان جزء من احترامك لمشاعرك إن أنت تحترم كمان إن أنت إنسان ليك حياة ما اتحاولتش حياتك كلها إلى جملة من المشاعر أنت لازم تستمر في حياتك لازم تستمر في حياتك إذا كنت بتحتمر باقي مشاعرك يعني مشاعر الفرح ومشاعر الاحترام ومشاعر التأدير ومشاعر كمان الاهتمام كل ده لازم يكون محترم عندك مشعور بس واحدة وشعور الشوء والمحبة لا في مشاعر كتيرة جدا جدا اللي لازم تحترمها لأن أنت حياتك مش هتكون بشعور واحد أنت حياتك هتكون بجملة من القيم حاول تفكر بس شوية وأن أنت محتاج أن أنت تحترم حياتك كلها على بعضها ومحدش من حقه أنه هو لا يهد حياتك ولا حد يقدر يهد حياتك لأن حياتك بيدي لله سبحانه وتعالى استمر وما توقفش عن العمل واستمر وكل ده هيدوب كل حاجة إذا مر عليها الوقت تتسع إلا الوجع إذا مر عليها الديء إذا مر عليها الوقت بالديء إذا كان الواحد مركز ومهتم بحياته ترجمة نانسي قنقر